مقسوم على جذر Y والسبعة أنزين الحين هني الستة عبارة عن كم في كم عبارة عن اثنين في ثلاثة والسبعة ما قدر أجزئها لكن أعرف أن هي عبارة عن ستة زائدا واحد وآية جزء الستة عبارة عن ثلاثة في ثنين هنا ليش نبي نوصل حق الثنين لأن دليل الجذر عندي عبارة عن اثنين فعشان أقدر أتخلص من الجذر فجزئنا فصار عندنا الجذر حق X تكعيب لكل تربيع وفي المقام عندي Y تكعيب لكل تربيع مضروب في ال-Y البصر رح أخلي مثل ما هو بالنسبة حق المقام رح أجزئ المقام إلى جذرين مضروبين في بعض فراح يكون عندي جذر Y مضروب في جذر Y تكعيب لكل تربيع بعدها راح ني نكنسل الجذر مع الأس والجذر مع الأس فيصير عندنا في الأخير X تكعيب على Y تكعيب مضروب في جذر Y طبعاً نرد نعيد ونقول لأن دليل الجذر زوجي وطلع لنا بفردي لازم نحط المطلق الحين لو لاحظنا أنه ليه الحين باقي لنا جذر في المقام فأنا عشان أتخلص من الجذر اللي في المقام رح أسوي أيضاً انطاق المقام شلون راح نساوي نطاق المقام راح نضرب الطرفين بسط ومقام في جذر Y فنشتغل على البسط بروحة والمقام بروحة البسط ما يحتاج أي تبسيط المقام راح ناخذ جذر Y تربيع وراح نضربهم في بعض فهي الجذر راح يتكنسل مع ذي الجذر ويطلع لي بY واحدة فعندي هنا Y أس واحد وY أس ثلاثة راح يعطينا Y أس أربعة في المقام بشذي يا عزائي الطلبة انتهينا من التبسيط ليه أبسط صورة وانتهينا من حل التمرين ننتقل إلى تدريبات أخرى عندي تدريبين نحاول نحلهم وناخذ وقتنا في الحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على B تكعيب في السؤال الثاني صار عندنا الجذر الخامس حق 24Y أس أربعة مقسوم على 2Y شذي يا عزائي الطلبة انتهينا من التدريبات خلونا ننتقل إلى هدف آخر وأمثلة أخرى نشوف السؤال التالي بسط التعبير الجذري عندي جذرين مضروبين في بعض وعندي أعداد جدام كل جذر مضروبة في بعض فنحاول نبصر فأول خطوة للحل راح أضرب العدد في العدد وأيبهم جدام فراح يصير عندي خمسة في ثلاثة وبدال ما يكون عندي جذرين سويتهم جذر واحد طبعا مو على كيف ننسوي جذر واحد لأن أصلا ذلين الجذور دليلهم نفس الشي جذور متشابهة فراح أجمعهم وأحطهم في جذر واحد فأنزل السالب 12AB4 تحت الجذر مضروب في 18A2B2 بعدها راح نيي ونبصط خمسة في ثلاثة وهني راح نضرب السالب 12 ونشوف شلون راح نجزأ ونبصط طبعا وصلنا حق الخمسة عش هنا الاثنعش عبارة عن أربعة في ثلاثة فالأربعة كتبناها عبارة عن اثنين قصة اثنين والثمانتعش عندنا عبارة عن تسعة في اثنين فالتسعة كتبناها ثلاثة قصة اثنين مضروبة في اثنين والA والB نزل ونزلناها مثل ما هي بعدها راح نيي نجمع الاثنينات مع بعض والثلاثات مع بعض فراح يكون عندنا السالب طبعا تنزل مثل ما هي اثنين قصة اثنين وعندي هني اثنين قصة واحد صار عندي اثنين قصة ثلاثة والثلاثة هني عندي اياها ثلاثة قصة واحد وهني عندي ثلاثة قصة اثنين فيصر عندي ثلاثة تكعيب الـ A والـ A جمعناهم مع بعض عندي هني A واحدة وثنتين A فصار عندي A أس ثلاثة والB عندي B أس أربعة وB أس أثنين صار عندي B أس ستة الحين وصلنا حق ان عندنا في الجذر الاسس كلها عبارة عن معاملات دليل الجذر فأقدر بكل سهولة أطلعها برع الجذر فراح يكون عندي كالتالي جزئناها هذي بروحة وذي بروحة وذلين بروحة فنطلع ونكانسل من تحت الجذر السالب اثنين راح تطلع والثلاثة وأيضاً ذلين راح أقسمهم على الثلاثة وعلى الثلاثة فراح يكون الجواب النهائي عبارة عن 15 في سالب اثنين في ثلاثة أحطهم كلهم في الكالكوليتر يعطيني سالب تسعين في A في B تربع جذي يا عزائي الطلبة انتهينا من مثالنا خلونا ننتقل إلى تمارين أخرى نحاول نحل التدريبين وناخذ وقتنا في الحل ترجمة نانسي قنقر 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 تشذي يا عزائي الطلبة انتهينا من التدريبات خلونا ننتقل الى هدف اخر فالحين في هدفنا الثاني نبي نجمع ونطرح الجذور قبل لا اجمع واطرح الجذور لازم اعرف شي مهم ان انا مو كل الجذور اقدر اجمعها ولا كل الجذور اقدر اطرحها متى اقدر اجمع واطرح لما يكون عندي الجذر متشابه رح نتعرف متى يكون الجذر متشابه فعندي ثلاث حالات للجذور لما يكون عندي ما تحت الجذر مختلفين فهما جذور غير متشابهة لكن حتى لو تساوى ما تحت الجذر ودليل الجذر مختلف ما اقدر اجمعهم لانهما غير متشابهين متى يكونون متشابهين لما يتساوى دليل الجذر وما تحت الجذر اهني يكونون متشابهين فلما يكونون متشابهين اقدر اجمع واطرح في نفس الوقت يعتمد على السؤال اللي عندنا فنشوف مثال على هاي الطريقة فعندي المثال يقول جذر 98 ناقص 2 جذر 32 فاول خطوة لو نلاحظ ذي الجذر مختلف عن ذي الجذر هل نقول سيدة خلاص انا ما اقدر اجمع ولا ما اقدر اطرح وانت السؤال عالش معطينا السؤال اساسا فحنا لازم شنسوي اول خطوة اخذ كل جذر بروحه وابسطه واكتبه في ابسط صوره وبعدين اشوف اذا اقدر اطرح او لا فاحنا نعارف ان الـ 98 عبارة عن 2 مضروبة في 49 ونعارف ان الـ 32 عبارة عن 16 مضروبة في 2 نزيل ليش خذنا الـ 49 وليش خذنا الـ 16 لان احنا نبي نرفعهم لأس 2 فالـ 49 عبارة عن 7 أس 2 والـ 16 عبارة عن 4 أس 2 بعدها راح اني انبسط اكثر انجزء الجذور فراح يكون عندي جذر 7 تربيع مضروب في جذر اثنين وعندي الاثنينة تنزل جذر اخر